ملينا من القدس مرسلتنا أحلام عطمان أحلام بداية من أود أن نعرف منك ما هي مخرجات زيارة هوكشتاين وأبرز الرسائل التي نقلها للمسؤولين الإسرائيليين تزامنا مع التطورات المدنية في الشمال نعم مع كل هذه التطورات والتصعيد على الجبهة الشمالية عمس هوكشتاين يصل في الأمس إلى تل أبيب ويلتقي مع وزير الدفاع الإسرائيلي أف جلانت عمس هوكشتاين يحمل معه مقترح أمريكي هذا المقترح الذي ينقسم إلى مرحلتين في المرحلة الأولى هو ينص على صحب قوات حزب الله اللبناني من على الحدود أي بمسافة تتروح ما بين 8 إلى 10 كيلو مترات ومن ثم سوف يكون هناك نشر لقوات اليونفل وللجيش اللبناني في المناطق التي سوف ينسحب منها حزب الله اللبناني على مقربة من الحدود في المرحلة الثانية وفق هذا المقترح الأمريكي فسوف تكون المفاوضات هذه المفاوضات من أجل ترسيم الحدود البرية ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني ومن ثم سوف تكون المداولات حول المناطق المتنازع عليها ما بين لبنان والجانب الإسرائيلي وهي عبارة عن 13 منطقة ومساحة متنازع عليها ومن ضمنها مزارع شبعاء المحتلة هناك لربما نوع من الإيجابية أو التفاؤل ولكن هذا التفاؤل النسبي من قبل الجانب الإسرائيلي لسيما بأن هناك وفق لما تقولها المصادر الإسرائيلية موافقة من قبل الحكومة اللبنانية ومن قبل الموقف الرسمي اللبناني على هذا المقترح ولكن من غير المعروف إن كانت هذه الموافقة أيضا من قبل حزب الله اللبناني وفي ظل هذا المقترح والرسالة أيضا التي تم إيصالها من قبل يو آف جالانتلي الجانب الأمريكي بأن إسرائيل منفتحة على أي من الحلول الدبلوماسية والسياسية على الجبهة الشمالية ولكنها في ذات الوقت هي قادرة وعلى جهوزية كاملة من أجل الذهاب لأي من العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية أو الحرب الشاملة مع لبنان أما في التطورات الميدانية فنحن نتحدث منذ ساعات الصباح حتى هذه الأثناء هناك ما يقرب من عشرة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه عدد من المستوطنات من هدوفيف وأيضا مستوطنة برعام هذه المستوطنة القريبة من قرية برعام الفلسطينية المهجرة وبالتالي هناك أنباء ولكنها غير رسمية تتحدث بأن هذه الصواريخ طالت أيضا مدينة نهارية التي تبعد ما يقرب 15 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية ولكن حتى هذه الأثناء لم يتم تسجيل أو الحديث عن أي من الإصابات نتيجة لإطلاق هذه الصواريخ وهناك أيضا إطلاق للمدفعية الإسرائيلية على مناطق متعددة في الجنوب اللبناني من الشق الميداني ننتقل للشق السياسي أحلام يعني كذلك نود أن نعرف منك ما المرتقب داخليا من زيارة بلينكا الخامسة لتل أبيب نعم هناك ترقب لهذه الزيارة وما سوف ينبطق عنها من نتائج لسيما بأن أنتوني بلينكين يأتي في الزيارة السادسة لإسرائيل منذ أن بدأت هذه الحرب ولربما هذه المرة في ظل وجود انقصامات حادة داخل الكابينيت الإسرائيلي وما بين القيادات هناك وهناك من ينظر على أن أنتوني بلينكين يأتي حاملا معه العديد من الملفات ومن ضمنها ملف المساعدات التي سوف تدخل إلى قطاع غزة من أجل زيادتها وتوسيعها وتكون مساعدات مختلفة عما كانت عليه في السابق الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالقبول بصفقة التبادل مع حركة حماس هناك محاولة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للقبول بها والملف الآخر هو فيما يتعلق بالخلافات الموجودة ما بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي لليوم التالي لهذه الحرب لا سيما بأن أنتوني بلينكين في المرات السابقة التي أتى بها إلى البلاد كانت هناك أيضا محاولة للنظر في هذا اليوم ولكن بن يمين نتنياهو يتحرب في كل مرة من هذا الموضوع ولكن هناك محاولات جادة من الجانب الأمريكي للنظر في هذه الأمور وفي أمر آخر هناك هو فيما يتعلق بالحاجز الذي بناه أو باشرة فيه الجيش الإسرائيلي في بنائه داخل قطاع غزة هذا الأمر كان من قبل الولايات المتحدة مرفوض ولكن سوف يتم النظر في هذا الموضوع أيضا شكرا لك أحلام على كافة هذه المواطيات